بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير جعله ما يلز في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرف فيها وهو الرحيم الوفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عاد الغيب لا يعزب عنه مفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصرر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كبير والذين سعوا في آياتنا معالجين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين موتوا العلم الذي ينزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزطكم كله مزط جنكم لفي خلب جديد أفترى على الله كذبا أنبي جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف فيهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أهودي معه والطير وألمنا له الحديد أنعمل سابرات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الرئي أرض وشهر ورواح وشهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يده بإذن ربه ومن يزر منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثين وجفان كالجواب وخدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنة معين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيد العلم وبدلناهم بجنتين ذواتي قبل خلق وأثلموا وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي ولياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسحارنا وغلقوا أنفسهم فاجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لأن أعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على أول شرح حقيق قل ادعوا الذين زعبتم من دون الله لا يملكون مفقال درة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكثير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل لله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مهين قل لا تسألون عما أجررنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا للحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافلة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم بيعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستخدمون وقال الذين كفرون أن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعضه القرون يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكم ما مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مكرسوها إنا بما أبسمتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون لذن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يهلك بعضكم لبعض نخع ولا ضرى ونقول للذين ظلموا دوكوا على بنار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبله وما دابوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نذير قل إنما أعركم بواحدة أن تقرموا لله مثلا وفرادا كن تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم من أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقدف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا خوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التنارش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقدفون من غير من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب